تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلسلة أكبر خسائر الفريق الكبرى اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سلبي سبوت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بدعوكم دائما تشتركوا فيها باريس سان جيرمن أصبح أهم نادي فرنسي حاليا بفضل الاستثمارات المالية الكبيرة اللي جاي من قطر لكنه مثل أي فريق كرة قدم في الدنيا بيجي يوم سيء سواء معه فلوس أو لا وهذا اللي بينطبق على سان جيرمن حرفيا لما ندخل بتفاصيل خسائره أكبر خسارة عارفها باريس سان جيرمن في مسيرته كانت زمان في الدور الفرنسي موسم 71-72 سقط أمام ناند بستة سفر في ذلك الموسم باريس سان جيرمن احتل للمركز 16 بفارق أربع نقاط عن الهبوط هذا بوري قديش وقتها كان سان جيرمن محتاج شغل أما في أوروبا فهناك خسرتين الأولى ربما نسيها الناس لكن الثانية أعتقد الناس مش حينسوها لأربعين سنة لقدام الأولى كانت مع اليوفينتوس في كأس السوبر الأوروبية 96 اللي كان يقام وقتها على شكل الذهاب وإياب الذهاب كان في باريس يوفينتوس سجل هدف بعد أربع دقائق فقط صدم الفرنسيين أجبرهم يفتحوا اللعب ثم كانت المصيبة في الدقيقة 33 النتيجة 3 مقابل لشاء فانهار النادي الفرنسي وفاز يوفينتوس 6-1 6-1 نتيجة بتعرفوها جميعا لأنها تكررت مرة ثانية مع باريس أمام برشلونة لما سقط في موسم 2016-2017 بدور الستة عشر بعد ما فاز برقاء الذهاب أربع مقابل لشاء سقط في الإياب 6-1 بمباراة عرفت بالرمنتادة التاريخية مباراة تعتبر حتى الآن أكبر عودة في تاريخ النتائج في تاريخ دور الأبطال الحديث على الإطلاق نوصل هنا لنهاية حلقتنا بذكركم دائما تشتركوا بالقناة عشان توصلكم المقاطع أسرع وأكثر من أي مكان آخر اشتركوا في القناة